فلابد من مدرب كبير بيشيل الضغوط عن مجلس الإدارة عن مجلس الإدارة بالرغم من بالتفاوت الكبير قوي في العملة الصعبة وفي طبعا الجهاز سطف كامل جدا بالنسبة لجميز إنه يبقى موجود بالرغم من إن أنا لما جاء لي معلومات عن السيفي إليقت شوية إليقت عن السيفي والمدة اللي بيقع فيها في كل نادي وإنه هو القصة دي مفيش بطولة يعني بك حاجات زي كده بس هو راجل مباشر في طريق لعب برابو عليه يعني كل أماكن رحة الناس كان يتقابله ما عادش فترة طويلة بس كانوا مقبول يعني يعني هو عنده بصمة عنده بصمة من المرش الإسماعيل اللي خده في الدولة ولسه في البدايات والمرش بتاع النهاردة بوسليم بشوف إنه هو حتى كمان أنا بقعد أبص الأول لتوظيفه للعيبة والتشكيل للعيبة بالنسبة كبيرة لأ شايف الأمور ماشية في نصابها بشكل كواس قوي شايف الزمالك النهاردة بلعب إلى حد ما كان فيه كان فيه أيام أسوريو كان فيه تحضير بطيء جدا 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 وخروج الكرة كان بيخرج بالصعوبة وفرص قليلة جدا والفرص قليلة جدا وكان برغم إنه هو كان بيلعب بنزع هجومية وبكسافة عددية وبزيادة كبيرة جدا لكن كنت بتستقبل على طول صح لكن مع المدرب لا فيه توازن حاصل فيه سيطرة كانت كبيرة جدا نهاردة الناس الزمالك على فكرة برغم إنه أبو سليم بيديك يمكن تلتين الملعب صح إنه إنت تستحوذ لكن برضو إنت مع التكاتل الدفاع والزون اللي معمول ده بتبقى فيه صعوبة لأنه بلعب خمسة أربعة واحد لكن إنت كمان قدرت إنه فيه تنوع في أدائك في اختراقاتك من ناحية اليمين والشمال ومن العمك بشكل ميل جدا وسنحت لك أكتر من فرصة يعني بتكلم في زيزو كرة العرضة بتكلم كمان في مصطفى شالبي بتكلم كمان في الهدف اللي أحرازه الناصر منسي النهاردة يعتبر إنه رجل مباراة أنا بعتبر إنه مصر النهاردة كان مراكزة لكن في حال التركيز عند اللعيبة في الأداء بقى فيه إنت حتى ذكرت نقطة مهمة جدا الزمالك لازم ترجع له شخصيته وأسلوب لعبه إلى حد ما كانت فيه ملامح بالرغم من أنا مش أعلق على المستوى الفني بالنسبة لبوسليم لكن النهاردة كان فيه حاجات مهمة جدا إيه هي الدوافع اللي كانت موجودة النهاردة عند اللعيات الزمالك إنهما يقدوا بالشكل الجيد دوا أولا إنت وصلت يعني وصلت رسمي وصلت رسمي دي شاي لضغوط من عليك فبتأدي بشكل كويس اتنين إنت بتحاول تد انطباع للمدير الفني للعيبة اللي بتنزل في التشكيلة بتأدي لازم أدي انطباع قوي جدا لسه المدارب جاي فلازم مباراة رسمية تاني مباراة رسمية كمان لازم أأدي بشكل قوي جدا دي حاجة تانية صح بالنسبة للعيبة دي الحاجات دي كلها قدت قدت قوة للفريف الأداء النهاردة برضو بتشوف عمر جابر مع النهاردة حتى لو أحمد مجدي حتى بيكلم مع الراجل بالنسبة للعمر هو يعرف منين إنه عمر جابر بيقدر يلعب رايت والليفت ويلعب نص ملعب وكل كلام دوت لكن كمان معه أحمد مجدي بيكلمه في ده هو بيتابع في التدريب بشكل كويس تسمى عمر جابر التحديد ومحمد أشرف روها من أكتر اللعيبة اللي نالوا انتقادات عظيمة السنة اللي فتح جدا يعني ودائما يعني مش عارف لو يا حضرتك إيه إنه اللعيب اللعيب طبعا إمكانياته وقدراته بس كمان مهم مدرب وتوظيف وتوجيهات النهاردة يتنين كانوا كويسين جدا أوي يعني أنا النهاردة أشرف ودونجا النهاردة في نص الملعب أحيانا اللعب بتزلم بسبب المدرب يعني آه ممكن آه برابع عليك يا كريم يعني ممكن أنا في سنين كانت ممكن ناجي مع المدرب ألاقي نفسي الدنيا وقع معاه خلص بطريقته أسلوب لعبه وكل الكلام دوت فأنا مش عارف أتكيف معه ده بشكل كبير فتلاقي لعبة كده ممكن تلاقي نفسك مستبعات كتير قوي فتلاقي نفسك بتبعد عن فرمتك وأدائك القوي هنا ممكن جميز ده مع التوظيف ده لأ بيدي فرص لرؤة ويدي فرص لدونجا لعمر جابر لغل الناس ادي ثقة للعيبة كلها لكل العيبة حتى في النهاردة في التغييرات نفسها لما ضمن المباراة وهو عارف أنه هو وصل عجبني جدا أنه هو بيدي فرص لناس تانية عشان هو يستكشف ده قبل ما يفكر في المباراة والدية بيستكشف ده في المباراة رسميا بس أنت قلت لي فيه تحفظ على التغييرات طبعا وأن هنا فيه نقطة لابد إن إيه إن أنا مش عايز دي تبقى هي في أسلوب إدارته للمبارايات الرسمية لأن أنا لو اعتبرنا النهاردة المباراة هيت مضمونة النهاردة المباراة مضمونة لكن ما جيش أنا لأن أنا بسيت على الوقت الطايمينج وبلقيت التغييرات نفسها التغييرات الخمس تغييرات كلهم لحد دي 64 أنت خلصت تغييراتها كلها 64 فأصبح مضبق وقت كبير جدا في المباراة في الشوت التاني التغييرات في العناصر الجديدة اللي نزلت أصرت بعض الشيء على الأداء لازم يحصل إلى حد ما هبوط في الأداء شوية لأن لسه ما فيش انسجام وتجانس ده طبيعي ما فيش أي مشكلة خالص لكن فلنفرض إن في المباراة قدر له حصل إصابة لعواد حصل إصابة لأي لعيب بقيت ناقص عدد هو كلا بودة حتى لو أنت عايز تشوف اللعيبة ممكن أغير تلت تبديلات أربع تبديلات أخلي في تغييرة واحدة معايا الوقت معين متأخر تحسبا أربع عليك حيب الوقت لسه أصير تحسبا للخصة دي